السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلاب الصفة الخامس بإذن الله سوف نبدأ اليوم بالدرس الأول من الوحدة الثامنة الدرس بانوان بار كود طبعا البار كود هو عبارة عن قارئ وعدة رموز سوف نتعرف على هذا البار كود سطن ألدنز همان همان هير أرندا ديشي قلقتك جسي لردان ألوشان بير سيمبول بلونور يعني المنتجات التي تقومون بيش رائها يوجد على أسفل هذه المنتجات يوجد خطوط سوداء هذه الخطوط هي التي تدعى البار كود بسيمبول لراء بار كود دينير يقارن هذه الرموز أنها بار كود بار كود بار كود هو عبارة عن معلومات مسجلة على المنتج طبعا عند أصحاب محلات السوبر ماركت عندما نقوم بقراءة الباركود على الكمبيوتر يختخرج المعلومات بعد البحوث الطويلة لفترة طويلة هكذا أصبح الحال باركود قارئ الباركود يعني الآلة التي تقوم بقراءة الباركود الموجود على المنتجات باركود الأزرين يقوم بإرسال يعني قارئ الباركود يقوم بإرسال أشعة أشعة ليزر على هذا الباركود باركود الأزرين يعني الخطوط المشكلة في الباركود أزرنا دوشان الشنو أمر تقوم بإمتصاص أشعة اللازر التي تسقط فوقها بوشلوق الأرصى الشنو ينصطر ويقوم بعكس الضوء في الفراغات باركود أكيجو قارئ الباركود أميلان وينصيان الشنو الألقلار وبالجسيارة أكترر قارئ الباركود أميلان وينصيان الشنو الألقلار يقوم بإستيعاب يقوم بإدراك الأشعة المنعكسة والمنتصة وبالجسيارة أكترر ويقوم نقلها ويقوم بنقلها إلى الكمبيوتر بالجسيارة باركود أكيجو دان أكيجو دان يلان فيري رقام لارات شبرير يقوم الكمبيوتر بتحويل قارئ يعني هذه المعلومات الآتية من قارئ الباركود ويحولها إلى أرقام بو رقام لارن أشتردو صيغة يعني هذه الأرقام أو العدد المشكل باركود أكو نان أرون كود دور يعني هو عبارة عن كود المنتج أكثر المستفيدين من الباركود هم البائعون لأن الباركود أكيجو دون بالجسيارة السيستمية لأن قارئ الباركود متصل من نظام الكمبيوتر أرون لإلقاء الباركود يحتوي على معلومات مختلفة متعلقة بالمنتجات التي يقومون بيعها في السوبر ماركت بير أرون أضافيات ساتش مكتار أرون دينس استوكتا نكادار كالذي كون الأرض كون الأرض كون الأرض يعني يقوم بإعطاء معلومات في موضوع يعني مثلا كمية المنتج والسعر واسم المنتج يعني كل هذا يظهر على الكمبيوتر عندما نقوم بوضع قارئ الباركود على المنتج تظهر معلومات المنتج يعني الصناعة والاسم والسعر هذا ينصر بالإضافة إلى هذا ستجنن بيردين جوك شبه سي بارسا هانج أرون هانج شبه دين هانج تاسدن نزمان ستلضيلا إلقلي بالجلر دين يعني ممكن أن يعطي معلومات متعلقة حول البايع يعني متى تم بيعها أو من أي خاصة أو أي يعني كاشير أو خزنة أو من أي شعبة تم بيع هذا المنتج إذن عزاء الطلاب اكتفي بهذا القدر أنتم قموا بإكمال هذا النص سوف نقوم بحل الأسئلة لكي نفهم هذا الدرس بشكل أفضل أسوال أول قموا بعمل مقارنة حول محتوى الناس الذي قمتم بقراءتي والصور التي في الأسفل سوف نكتب الحال متن دي باركود سيستمين دين باسد المشتر تم التحدث عن نظام الباركود في الناس قرسل الأرد أما في السوار باركود سيستمي إلي إلقيدر أما في السوار هو متعلق بنظام الباركود ننتقل إلى السؤال الثاني متن دي كتشان كلمة في كلمة جروب لار أشادا في المشتر بو كلمة لاري اللامنر إلا إشلاشترنس في جملة إتشان كولاننس سوف نقوم بشرح معاني الكلمات التي وردت في النص يعني بضعة كلمات سوف نقوم بكتابتها هنا طبعا حسب الشرح الموجود هنا وسوف نقوم بكتابة الجملة التي وردت في النص الكلمة له لدينا كلمة راست قيلة يعني بشكل عشوائي يعني بشكل عشوائي يعني بشكل عشوائي الجملة راست قيلة بير كتاب ألم أكومايا يعني أخذ كتابا من الرف بشكل عشوائي وبدأ بقراءته لدينا الشرح التالي كلمة بلقي نكتب هنا فيري فيري يعني معلومة الجملة يعني دخلنا إلى معلومات الأسعار المتعلقة بالمنتجات ننتقل إلى الجملة التالية يعني يريد أن يتعلم يريد أن يفهم نكتب يعني فضول الجملة يعني لدي فضول ما الذي يريد أن يصبح عندما يكبر ننتقل إلى الجملة التالية ميدانة تشكماك ترمك يعني خرجة أو ظهرة نكتب الجملة عندما قام برفع الغطاء ظهر التمثال من تحته ننتقل إلى الجملة التالية ننتقل إلى الجملة التالية ميدانة تشكماك 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 نكتب يعني خاص الجملة يعني كل شخص لديه اسلوب في تناول الطعام الجملة التالية يعني يعني عندما يقول لدينا منتجات جائزة ومحضرة نكتب يعني مخزنة مخزنة الجملة يعني مع الأسف لا يوجد لدينا هذا اللباس على مقازكم في مخزننا أو في المخزون الذي لدينا ننتقل إلى الكلمة الأخيرة سمجة يعني رمز نكتب هنا سيمبول الجملة كتن كتن سيمبول بطارك نصل تشياجان رينا بليرسن يعني بالرمز المكتوب على العلبة بالنظر إلى الرمز المكتوب على العلبة تعرف كيف تقوم بحمل هذا الشيء ننتقل إلى السؤال الثالث أشهد كثير من أكثر نظمتنا على جباب نسق من إجابة على الأسئلة حسب الناس من أكثر استفادة من الباركود ولماذا؟ نكتب من أكثر استفادة من الباركود نكتب يعني أكثر المستفيدين من الباركود هم البائعين لأن الباركود يقوم بحلات السوبر ماركت على شكل نظام يقوم بمسح هذا الباركود ويقوم بإظهار المعلومات الموجودة حول هذا المنتج ننتقل إلى السؤال الثالث باركود سيستمي يقوم بإظهار سيستمي ويقوم بإظهار المعلومات يعني ما هي المعلومات التي يحتوي عليها بالنسبة للمنتج بنظام الكمبيوتر المتصل بهذا الباركود نكتب أرن أضي يعني اسم المنتج يعني سعره سطح مكتر يعني كمية البائع أرن ويقوم بإظهار المعلومات ويحتوي على معلومات كم هو تخزين هذا المنتج ننتقل إلى السؤال الرابع باركود نمارا لنصل ألوشترولور كيف يتشكل أرقام البركود؟ نكتب بير نمارا لنظر ما سيستمي يرار لنظر يمكن الاستفادة من نظام الترقيم باركود لارضا في البركود ون اتش رقام بوضنور يوجد ثلاثة عشر رقما الك اتش الك كودودور أول ثلاث أرقام هو لرقم رقم البلد يعني رمز البلد ثم رأي تجي كودو بعد ذلك رمز أو كود المنتج أو رمز المنتج في أرن كودو غير ويأتي كود المنتج طبعا ثم رأي تجي كودو يعني رمز الانتاج ثم يأتي أرن كودو ورمز المنتج انسون رقم وآخر رقم كونترول سيصدر ما هو رقم الفحص ننتقل السؤال الخامس ما هو كود رمز تركيا ما هو كود رمز تركيا كود رمز تركيا كود رمز تركيا ما هو الفائدة من معرفة رمز الكود بحياتنا اليومية نكتب نكتب سيكيز يوز بكودو بالمك الركان في كل ما هي المنتج الجوية طبعا الكود هو كود ما الاستفادة من هذا عندما نقوم بشراء المنتج نعرف ان كان هذا المنتج محلي او مستورة ننتقل الى السؤال السادس ما هذا الرمز او ما هذه الاحراف نكتب يعني هذا الرمز هو رقم مجلة الدوريات القياسية الدورية يعني رقم القياسات الدولية ننتقل الى السؤال الرابع اشهد كتاب لداء باركود كولاند باز الان لار لا يلقي انترنت حبير لريبر المشتر لدينا في الاسفل اخبار معطاة متعلقة يعني اخبار من الانترنت متعلقة بساحات استخدام بعض الباركود باركود كولاند الان لار كارشلارنا يزارك قلوك حياتمزا قطلارنا ترتشنز يعني في مجالات استخدام الباركود في حياتنا اليومية كارشلارنا يزارك سوف نقوم بكتابة مجال استخدامه هنا في المقابل قلوك حياتمزا قطلارنا ترتشنز يعني ما هي مساهمته في حياتنا اليومية قموا بمناقشة ذلك سوف نقوم بالقراءة والكتابة لدينا هنا لدينا هنا يقول بأنه يمكن أن تتعقبوا أو أن تتابعوا الرقم الباركود من خلال هذا الموقع طبعا هذا يدل على بريد نكتب هنا بوستا ننتقل إلى الجملة التالية كتاب نمارا لأنه يتحدث عن كتاب يعني هنا يتحدث عن استخدامه في مجال الكتب إذن نكتب هنا كتاب نتقل إلى السؤال التالي upgrade لدينا طرحن الحروس نكتب في الآن العربية خال вами لا يدل Nurses سوف اليسور الأغرض هذا الميناء نحضر قوة خاصة بالرغية رانقاسيار سطن الضغطة مظهورين على اتكتاتات تك تك برأي جهازة ويجب أن تحصل على اتكتات تجربة طبعاً هنا يتكلم عندما نقوم بشراء منتج ما ويقوم البائع بوضع المنتج على الباركود طبعاً هذا يستخدم في مجال الاشبرش يعني التسوق ننتقل إلى السؤال الخامس ويجب أن تحصل على أتكتات تجربة طبعاً سوف نقوم بوضع إشارة على الصح أو الخطأ حسب الجملة التي وردت في النص لدينا الجملة الأولى باركود أولون كيملييدر يعني الباركود هو هوية المنتج طبعاً هذا صحيح لأنه يعطي اسم المنتج وتاريخ الإنتاج والسعر نضع هنا إشارة دوره باركود أولوشتران رقم دار رسكري فريلير يعني الأرقام المشكلة للباركود تعطى بشكل عشوائي طبعاً هذا شيء خاطئ لا يست بشكل عشوائي بشكل منظم إذا نضع هنا إشارة نضع هنا إشارة نضع هنا إشارة يعني يللش عند هذا المستطيل تقل إلى الجملة التالية نضع هنا إشارة يعني جميع البلدان لديها الرقم الأول هو نفسه طبعاً هذا الشيء خاطئ أيضاً لأن كل بلد لديه رمز أو كود نضع هنا إشارة تقل إلى جملة التالية يعني أكثر المستفيدين من الباركود هم البائعين هذه الجملة صحيحة نضع هنا إشارة نضع هنا إشارة نضع هنا إشارة يعني رقم كود الشركة المنتجة هو 869 يعني يبدأ بهذا الرقم طبعاً هذا الرقم خاطئ نضع هنا إشارة خطئ ننتقل إلى جملة التالية ننتقل إلى جملة التالية كنترول بصمة باركود أو كونوركان بيرهط أولوب أول باضد كنترول إتمي صالر يعني يقوم بالتحقق مما إذا كان هناك خطأ في قراءة الرمز الشريطي لرقم الاختبار الجملة طبعاً هذه الجملة صحيحة نضع إشارة هنا ننتقل إلى جملة الأخيرة ننتقل إلى السؤال السادس سوف نقوم بتعريف هذا الباركود بشرح هذه الأرقام طبعاً لدينا هنا هذه الأرقام الثلاثة يعني رمز أو كود البلد هذه الأرقام الثلاثة الأرقام التالية هذه الأرقام تسعة سبعة خمسة ثلاثة هذه أرتيجي كودو أرتيجي كودو هو رمز الإنتاج أو رمز المنتج يعني رمز المنتج أو الشركة المنتجة لدينا هذه الأرقام كما نلاحظ هذه نكتب كونترول نمارسة يعني رقم الفحص ننتقل إلى السؤال السابع وكودو نزمتين هركت لباركود سيستمي فايدة لرنى مادة لرهالة يزنز قوموا بكتابة قوموا بكتابة فوائد نظام الباركود بالنسبة للنص الذي قمتم بقراءتي على شكل مواد يعني لدينا هنا عدة مواد يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة أسطر يعني متين دين ورنك لرنك كونهات قمت بكتابة يعني قوموا بأطاء أمثلة من هذا النص نكتب قصة سورة قصة سورة قصة سورة قصة سورة قصة سورة قصة سورة يعني ممكن وصول إلى المعلومات المتعلقة حول المنتج حول تخزين هذا المنتج وحول كمية البيع وسعر المنتج وأسم المنتج طبعا بفترة قصيرة قصة سورة قصة سورة ممكن تتبع المنتج تخزين المنتج في كل مكان قصة سورة قصة سورة قصة سورة يتم منع الأخطاء التي يمكن ارتكابها بمعلومات المنتج سورة قصة سورة وممكن امكانية تسريع عمليات البيع ننتقل السؤال باكد يعني لو لا وجود نظام البيع قصة سورة قصة سورة قصة سورة يعني ما هي الصعبات التي كنا سوف نواجهها قصة سورة قصة سورة قموا بكتابة يعني كتابة موضوع متعلق بهذا الشيء يعني متعلق تقومون به بشرح أفكاركم لأصدقائكم ومشاركته مع أصدقائكم طبعا سوف نأكدو كمثال مثلا باركود سيستمي المصاعدة لو لم يكن نظام البركود ماركتل دا اوزن كوروك ومشاركتل كانت مجرد كانت مجرد هناك توابير طويلة عند الماركتات عند السوبرماركت الوصول الماركتل يعني كانت استمرر التسوق لفترة طويلة ومشاركتل ومشاركتل يعني كانت من الصعب تتبع تخزين المنتجات ومشاركتل 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 يعني أصبح الأمر صعبا جدا ننتقل للسؤال الثامن كلمة 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 ومشاركتل ومشاركتل باليرلينز لدينا هنا في الأسفل في هذه الجمال لدينا كلمات تحت آخر سوف نقوم بتحديد هذه الكلمة يعني الكلمة فيها حرف من حروف استقشها وتم يعني أتى بعد هذه الحروف حرف د وقلبنا هذا الحرف إلى ت لدينا هنا أنسز يموش يموش يعني هنا بمعنى تنعيم الحرف الساكن يعني مثلا لدينا حرف الب عندما يأتي بين حرفين صوتين يصبح ب ولدينا حرف ت عندما يأتي بين حرفين صوتين يصبح ج ولدينا حرف ك يقلب إلى يموش ولدينا حرف ت يقلب إلى د طبعا هذه قاعدة كاتشاب لدينا ندش ميسي يعني سقوط الحرف الصوتي لدينا عدة كلمات عندما نضيف إلى هذه الكلمة إضافة يعني حرف صوتي في النهاية يسقط الحرف يعني مقابل الأخير من الكلمة طبعا سوف نقوم بالقراءة وتحديد هذه الحالات باركود لارن نائشة يارادن هيتش ميراك اتنزم لدينا هنا كلمة يارادن طبعا أصل اليومشقة هذه أصلها ك تم تحويلها إلى يومشقة لأن لأن حرف الك أتى بين حرفين صوتي نلاحظ هنا حرف الأ وهنا حرف الأ هنا قاعدة كاتشاب قاعدة كاتشاب ماذا تسمى نكتب انسوزي مشامس يعني تنعيم الحرف الساكن قمنا بتنعيم هذا الحرف نكتب إذا قمنا بتنعيم هذا الحرف نكتب انسوزي مشامس لدينا كلمة كاللق طاكي نلاحظنا أن كلمة كاللق انتهت بك حرف الك هو من حروف استقشاب أتى بعد حرف د كما نلاحظ هنا حرف د قلب إلى ت أصلها داكي أصبحت طاكي لأنه أتى قبل حرف ك طبعا حرف ك هو من حروف استقشاب إذا نكتب هنا انسوز بنزاج مسي هنا انسوز بنزاج مسي الجملة التالية انسوز بنزاج مسي ننتقل إلى الجملة أو الكلمة التالية كايد كايد ادي جنك كايد ادمجك نلاحظum كايد هنا سقط حرف ا كايد ادي جنك أصبحت كايد ادي جنك يعني سوف يقيد أو سوف يسجل سوف يسجل إذن نكتب هنا سقوط الحرف الصوتي ننتقل للكلمة التالية كما نلاحظ هنا أيضا stock أصلا stock أتى بعدها حرف D قلبنا حرف D إلى T أصبحت stockta يعني في التخزين طبعا هذه ماذا تضع هذه القاعدة هذه تضع أنسوز بنزيش مسي قاعدة في استقشش هاب لدينا هنا call D أتى حرف الكي بين حرفين صوتيين أصبح يمشق call D يعني مثل الذي يبقى يعني يعني هنا كان حرف الكي هنا عندما أتى حرفين صوتيين عندما أتى بين حرفين صوتيين قلبنا حرف الكي إلى مشق هذه القاعدة تسمى أنسوز بنزيش مسي يعني تنعيم الحرف الساكن يعني كان حرف كي ساكن أصبح يمشق كان شديدا أصبح خفيفا لدينا بصم أيضا لدينا هنا هذه الكلمة بصمك بصمك أصلا حرف كي أتى بين حرفين صوتيين كملاحظنا آ وهنا آ قلبنا حرف الكي إلى يمشق إذن هذه القاعدة أيضا أنسوز بنزيش مسي أنسوز بنزيش مسي قاعدة كتشب أو قاعدة ترقيق الحرف الساكن ننتقل إلى السؤال الثامن قاعدة ترقيق الحرف الساكن قاعدة ترقيق الحرف الساكن يعني لو لم يكن هناك باركود على المنتج الذي تقومون بشيرائي ما هي الصعوبات التي سوف تواجهكم اكتبوا ذلك سوف نقوم بكتابة الصعوبات التي تواجهنا عندما لا يكون هناك باركود طبعا هذا التمرين تقومون به بأنفسكم سأضع لكم نموذج إذن هذا هو النموذج وأنا عزي الطلاب ينتهي درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا